الوحدة الخامسة نهايات الدوال لتوضيح فكرة نهايات الدوال ببساطة يمكن القول أن نهاية أي دلة هو التعبير عن سلوك هذه الدلة عندما يقترب المتغير المستقل من قيمة معينة A مثلا حيث أن نهايات الدوال هي إحدى الأسس التي يبنى عليها حسابات التفاضل والتكامل تعريف نهاية الدلة إذا كان لدينا الدلة FxSauB فإنه يمكن وضع هذه الدلة في صورة النهاية كما يلي Limit لما X تقول إلى A FxSauB يمكن تفسير هذه العلاقة كما يلي كلما اقتربت X من A على أن تبقى مختلفة عنها كلما اقتربت قيمة الدلة أو قيم الدلة من القيمة B أي يمكن القول أنه يمكننا الحصول على أي قيمة للدلة قريبة من B وذلك باختيار قيمة للمتغير X خريبة من القيمة A مثال إذا كانت الدلة Fx تساوي 1 ناقص X تربيع فإن قيمة الدلة تقترب من الواحد كلما اقتربت قيم X من الصفر وتكتب كما يلي Limit لما X تقول إلى صفر Fx يساوي Limit لما X تقول إلى صفر 1 ناقص X تربيع تساوي 1 ويمكن توضيح فكرة هذه الدلة من خلال الجدول التالي في هذا الجدول نجد في الصف الأول قيم X والصف الثاني قيم الدلة Fx يتم التعويض في الدلة عن X تساوي نصف نجد أن قيمة الدلة تساوي 95% عند التعويض عن X تساوي ربع في الدلة فإن قيمة الدلة تساوي فاصلة 9 375 عند التعويض عن X ب1 على 8 نجد أن قيمة الدلة فاصلة 984 375 عند التعويض في الدلة عن X بساوي 1 على 16 نجد أن قيمة الدلة فاصلة 99609 375 ومن الواضح أنه كلما اقتربت قيمة X من الصفر أي قيمة X تتاجي نحو الصفر كلما اتجهت قيمة X إلى الواحد أو كلما اقتربت من الواحد وقيمة الدلة ويقال أن قيمة الدلة في النهاية تساوي الواحد الصحيح وذلك عندما تنتهي X إلى الصفر كيفية إيجاد نهايات الدوال لإيجاد نهايات الدوال نتبع آتي لإيجاد نهاية أي دلة نقوم بالتعويض في هذه الدلة بالقيمة التي يقول إليها المتغير المستقيل لX ويكون ناتج التعويض إما كمية معينة أو كمية غير معينة والكميات الغير معينة هي مالا نهاية أو الصفر مالا نهاية على مالا نهاية مالا نهاية سالب مالا نهاية صفر على صفر وتوقف كميات غير معينة أخرى وهكذا في دراستنا الحالية يتم تركيز على معالجة الكمياتين الغير معينتين صفر على صفر ومالا نهاية على مالا نهاية كمالي الشكل التالي يوضح كيفية إيجاد نهاية الدوال عند التعويض المباشر في الدالة بقيم أو بما تعول إليه X يكون ناتج التعويض إما كمية معينة في هذه الحالة يكون انتهى الحل أو كمية غير معينة 0 على 0 أو ما لا نهاية على ما لا نهاية وتتم المعالجة كما يلي أولا معالجة الكمية غير المعينة 0 على 0 لمعالجة الكميات أو الكمية غير المعينة 0 على 0 نستخدم طريقتين الطريقة الأولى هي التحليل المباشر للبسطة أو المقام الطريقة الثانية باستخدام القانون القانون هو limit لما X تقول لإيه X2-A2 على X-A تساوي N في A XN-1 ثانيا معالجة الكمية غير معينة ما لنهاية على ما لنهاية لمعالجة الكمية غير معينة ما لنهاية على ما لنهاية نقوم بقسمة كل من البسط والمقام على X مرفوعة لأكبر قوة في البسط أو في المقام ويتم توضيح ذلك من الأمثلة التالية مثال أوجد نهايات الدواء الآتية رقم 1 limit لما X تقول لتلاتة X-1 على X زايد 1 رقم 2 limit لما X تقول لتنين X زايد 1 في X تربيع نقص 1 رقم 3 limit لما X تقول لتلاتة 4X plus 3 نقص 6X تربيع زايد 3X نقص 1 رقم 4 limit لما X تقول لتربعة X plus 3 نقص X الحل لجاءة نهاية أي دالة من الدواء السابقة يتم التعويض في الدالة عن X بما تقول إليه فنهاية رقم 1 limit لما X تقول لتلاتة يتم التعويض في الدالة عن X تساوي 3 فنجد 3 نقص 1 على 3 زايد 1 أي تساوي 2 على 4 كمية معينة في هذه الحالة انتهى الحل رقم 2 نجد لماذا X تقول لتنين فيتم التعويض في الدالة عن X تساوي 2 وبالتالي X يتم التعويض عنها 2 2 زايد 1 في 2 تربية نقص 1 2 زايد 1 3 2 تربية ب4 نقص 1 3 أيضا 3 في 3 تساوي 9 أيضا كمية معينة انتهى الحل ولا تحتاج إلى معالجة رقم 3 بالنظر للنهاية نجد أن X تقول إلى 3 فيتم التعويض في الدالة عن X بما تقول إليه X تساوي 3 4 في 3 قص 3 نقص 6 في 3 تربية زايد 3 في 3 نقص 1 4 في 3 قص 3 يعني 4 في 27 نقص 6 في 3 تربية بتسعة 6 في 9 3 في 3 نقص 1 4 في 27 نساوي 108 نقص 6 في 9 ب54 زايد 3 في 3 بتسعة نقص 1 نكون بالجامعة والطرح نحصل على النهاية أو نهاية الدالة يساوي 62 أيضا كمية معينة في هذه الحالة انتهى الحل ولا تحتاج إلى معالجة رقم 4 بالتعويض في الدالة عن X تساوي 4 لأن limit لما X بتقول 4 أي X بتقول 4 يتم التعويض في الدالة عن X بتساوي 4 فنجد 4 قص 3 نقص 4 4 قص 3 يساوي 64 ستين نقص 4 نقص 4 يساوي 60 أيضا كمية معينة في هذه الحالة أيضا انتهى الحل ولا تحتاج إلى معالجة مثال أوجد نهاية الدالة اللاتية رقم 1 limit لما X بتقول 1 X تربيع نقص 1 على X نقص 1 رقم 2 limit لما X بتقول 1 1 نقص جزر X على 1 نقص X رقم 3 limit لما X بتقول 3 X 3 نقص 27 على X نقص 3 الحل لجاء نهاية أي دالة من الدالة السابقة نقوم بالتعويض في الدالة أولا عن X بما تقول ليه فرقم 1 نجد أن limit لما X بتقول 1 X تربيع نقص 1 على X نقص 1 X بتقول إلى 1 وبالتالي يتم التعويض في الدالة عن X تساوي 1 فبالتعويض نجد 1 تربيع نقص 1 على 1 نقص 1 أي 0 على 0 كمية غير معينة وبالتالي تحتاج إلى معالجة بتحليل البسط حيث البسط فرق بين مربعين X تربيع نقص 1 يتم تحليلها إلى X نقص 1 وX زائد 1 وبالتالي تكون نهاية الدالة limit لما X بتقول 1 X نقص 1 في X زائد 1 على X نقص 1 X نقص 1 مع X نقص 1 تساوي limit لما X بتقول 1 X زائد 1 يتم التعويض في الدالة مرة أخرى عن X تساوي 1 وبالتالي 1 زائد 1 يساوي 2 تمت المعالجة و كمية معينة كما يمكن حل هذه النهاية أو معالجة هذه النهاية أيضا باستخدام القانون رقم 2 limit لما X بتقول 1 1 نقص على 1 X X تقول إلى 1 وبالتالي يتم التعويض عن X تساوي 1 1 نقص جزر 1 1 1 1 0 0 كمية غير معينة وبالتالي تحتاج إلى معالجة يتم تحليل المقام ثم التعويض مرة أخرى عن X بتساوي 1 المقام عبارة عن 1 نقص X يتم تحليله إلى 1 نقص جزر X في 1 زائد جزر X وبالتالي تصبح النهاية 1 نقص جزر X على 1 نقص جزر X في 1 زائد جزر X 1 نقص جزر X مع 1 نقص جزر X تساوي 1 على 1 زائد جزر X يتم التعويض مرة أخرى عن X تساوي 1 يتساوي 1 على 1 زائد جزر 1 تساوي 1 على 1 زائد 1 أي بتساوي نص وبالتالي بعد المعالجة أعطت كمية معينة نص رقم 3 لماذا لما X بتقول ل3 X 3 27 على X 3 X هنا تقول إلى 3 وبالتالي يتم التعويض عن X تساوي 3 3 3 3 27 27 3 3 27 27 0 3 3 3 0 أي كمية غير معينة وبالتالي تحتاج إلى معالجة أولا تتم المعالجة بتحليل البسط حيث البسط X 3 27 فرق بين مكعبين X 3 3 3 وبالتالي يتم تحليله كمالي X 3 في X تربية زائد 3 X زائد 3 مربع الأول زائد الأول في الثاني بعكس الإشارة زائد مربع الأخير وبالتالي X 3 X مع X 3 وبالتالي تساوي X تربيع زائد 3 X زائد 3 تربية 3 تربية زائد 3 في 3 زائد 3 تربية 9 بعد التعويض هذا بعد التعويض مرة أخرى عن X تساوي 3 ثلاثة وبالتالي تلات تربية بتسعة زائد 3 في 3 بتسعة زائد تلات تربية بتسعة تسعة زائد تسعة زائد تسعة تساوي 27 كمية معينة أي بعد معالجة كمية الغير معينة صفر على صفر تم الوصول إلى كمية معينة 27 حل آخر باستخدام القانون القانون هو لمت لما X بتقول X 2 ناقص A 2 على X ناقص A تساوي N في A 2 ناقص 1 يتم وضع النهاية في شكل القانون كما يلي لمت لما X بتقول 3 X 3 ناقص 27 على X 3 هنا X 2 وبالتالي X 3 A 2 وضع A هنا 3 3 و N أيضا 3 يبقى 3 3 3 على X ناقص A X ناقص 3 هذه الصورة هي صورة القانون تماما وبالتالي يتم التعويض في القانون حيث هنا A تساوي 3 و N تساوي 3 أيضا N 3 في A 3 S N ناقص 1 يعني 3 ناقص 1 أي 3 في 3 تربيع 3 9 تساوي 27 نفس الناتج السابق السابق باستخدام التحليل موسيقى ناقص